ما رح يستفاد من الشيء يعني جاهز ما رح يجه العائد الاستثماري الصحي إذا ياخذ جاهز لأنه هو أصلاً أردي رح ياخذ بسعر غالي شو رح يستفاد ما رح ياخذ العائد الاستثماري اللي هو راس ما بباله أنا أخذه هو قطعة أرض العقار ويتسلم بعض سنتين ياختي يقولي بعد ثلاث سنوات نحن عندنا مشاريع عبدالبي تتسلم بعض السنة نحن حسب اللي أنت تريدي كل شيء متوفر المبلغ المطلوب من عندك أقولي شنو المبلغ اللي أنت حاطتها ببالك رح أقولي شتريدي إيجار سكن ولا استثمار رح أسئلك على هاي الأسئلة أنا رح أختار لك العقارة المناسب طيب أقل مثلاً مبلغ ممكن يبدي به شخص كبداية أحنا بدبي أقل مبلغ بداخل دبي يعني غرفة وصالة أنا أحتي لأنستوديو ما أتعامل صراحة بهذا الموضوع أقل مبلغ ١٢٠ ألف دولار طيب العراقي شو ممكن يأخذ هناك مثلاً قطعة أرض يصير طبيعاً؟ طبعاً كل شيء يصير شنو التفاصيل؟ شنو التفاصيل؟ تقدرين تجين حتى وأنتي هنا قاعدة تقولي لي يقين أريد أخذ كذا مشروع نطيت المشروع أنا خلصت كل التفاصيل وإحنا قاعدين هنا؟ أنا أجدتها أنت قاعدة خلصت لك كل الموافقات وأطيت إياها ودزلت العقد وما يحتاج أبد أنه شخص يروح لدبي؟ لا أنا خلصت لك كل الموضوع وقد دزلت العقد DHL واو جس كش سهل كش سار سهل كش يحنم سهلي زين